السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في قناة أمارينا إيلين اليوم جيتكم بوصفة سهلة وبسيطة الوصفة اليوم رح نديروا عصير للجزر والبرتقال يعني رحوا وقت للبرتقال والجزر لازم تبروفيته وش عمدنا في وصفة اليوم؟ عندنا زوج حبات تشينا والبرتقال الكبار عندنا كاس 220 مليا لتر معمر بالسكر عندنا أزرودية لهي الجزر عندنا حوالي خمس حبات قشرتهم وقطعتهم وعندنا لترات على الماء وش رح نديروا أول حاجة نقشروا هذك البرتقال تعنا ونحطوها لها هذك الجزر نحطو كل شمعه بعضاه نزيدوا عليهم هذك الكاس تع السكر اللي قلنا الكاسة دا يرفض 220 مليا لتر ونزيدوا عليهم اللترات على الماء هاي نخلطو كل شمعه بعضاه ونحطوها تغلي فوق النار احنا يا خليوها تغليم بعد كي نشوفوها نشفت شوية وطابس هذك الجزر تعنا ها هو كي تنشف والطيب نجيبو برا ميكسير ونحاولو نرحيوها كامل نميكسيوها كل مام هي سخونة نورمال احنا بعد ما ميكسيناها كاملة ويولي هده هو الشكل ساحه وش راح نديرو ذو كنجيبو ونصفيوها نجيبو صفايا نصفيوها هاكا نحاولو نحبطو ذوك العاصير الكل بهذا الشكل حتى هنبقى معانا غير تقريبا غير القشور هيك من فوق ها هو شوفو بعد ما حبطو كامل زيت عليها نصف لتراتي على الماء اضفت له نصف لتر ها هو نزيدله شوية باش نكمل نصف لتر نصف لتر نصف لتر تع الماء وهاكا راح يكون واجدة تحبو تزيدولو السكر تحبو تكتفيو بالكم اللي حاطيتولو في الاول ها هو واجدة نشوفوه كيفش هنقدموه انا هدا هو العاصر تاعي كيفش قدمتوه يعني جاني روعة خلوها تبرد شوية باش تستهلكوها يعني صحي وهدا وقتو لازم بروفيتيو انتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تكون عشبتكم ونتلاقاوه في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم